عليكم نحدد اولا المكان المراد العمل به مساحة اربعون متر خمسون او ستون او المساحة المساحة الموجودة لكم نقوم بتنقية الاحجار اولا كما تلاحظون فهي في الاول كانت قاحلة ثم نقوم بنقش التربة يدويا ولا نحتاج الى جرار او فقط بهذا الفأس نحافظ على الشجارتين من الزيتون في هذه البقعة نحافظ عليهم وندخلهم داخل الحديقة او بحيث هذه الشجارتين يكونوا داخل هذه البقعة ثم نقوم بتنقية الاحجار كما تلاحظون شجارتين ضمن البقعة ناخد روث البهائم ونضعه في الوسط نخلطه جيدا مع التربة حتى يصبح مندمجا معها بها الطريقة نقوم بتخليط اه بتخليط هذك 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 روث البهائي اللي هو الغبار اه ثم ثم نقوم بتقسيم هذه القطعة التي قمنا بحرطها بها الطريقة سنقوم بتقسيم الى الاشكال المستطيلة او يعني وكل قطعة نديرها الوحد منتوج خاص يعني هنا غادي نديره الباصال اه ناخده اه اه الطماطين وايضا نقوم بمنتوجات اخرى على كما تلاحظون هنا تطورت هاته البقعة بعد اتقيها كما كتلاحظوا معيها الطريقة اللي قمنا بتقسيم ديرها داخله توجد زيتونات اه درنا اه القصبور مع دنوس اه اه باصال اه طماطين وانواع من القارع او القرع كما كنقوله نقوم بسقريها دوريا كلما جفت التربة هنا هذه هي ديال الباصال هذا الجزء ديال الباصال كما تلاحظون التربة مازال جديدة يعني كيكون الانتاج اوفار لاحظوا معي كيف تحولت شيء رائع ما شاء الله شوفوا الباصال كيف رجع شوفوا القرع اه اه وغادي نحاولوا نعودوا نوسعوا هاد هاد القطعة هنا خاصة بالطماطين قمنا بتعليقها بهذا الاقصاب شيء رائع ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله شكرا على المتابعة نوسيقى 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 شكرا